عايز احكي لكم كواليس ما بعد مباراة الاهلي وفلومنينسي البرازيل والخسارة بهدفين دون رد بعد المباراة السلاسي الكبير بالاهلي محمد الشناوي ورامي ربيع وعمري السلية قعدوا قعدة اللي بينكم سين بتسمى كده باللغة العربية جلسة عاصفة مع لعب النادي الاهلي وتكلموا عن المباراة محمد الشناوي كان اكتر واحد عنده حدة في الحديث تحدث بحدة جدا مع اللعبين وظهر غاضب غاضب قوي وقال لهم التالي احنا ضيعنا فرصة تاريخية نلعب نهاية كأس العالم ودي فرصة صعب انها يتيجي تاني بسهولة وقال كل مرة بنقول اخطأنا وهنتعلم من اخطأنا ولكن مفيش اي جديد فقال للعبين لازم نستحمل كلام الجمهور وهو زعلان زي ما منفرح بكلامه وهو مبسوط ده محمد الشناوي رامي ربيع قال للعبين المباراة اللي جاية هتكون صعبة جدا قدام فريق قروة وفريق قروة فريق جايد جدا واحنا دلوقتي ما عندناش غير امل واحد وهو الفوز بالبرونزية اللي كنا نستحق طبعا افضل منها السليا قال لهم البرونزية فرصتنا ومن فرطش فيها وخلينا متماسكين لحد من حق المركز الثالث لان ده افضل الحلول المتاحة بعد ما ضيعنا كل الفرص الكويسة اننا نوصل للنهاية تلاتة السليا وربيعة والشناوي قالوا للعيبة اه جماعة لو سمحتم وانت رايح بهجمة وشايف ان فرصة اللي جنبك افضل لتسجيلها لو سمحت بصيله الكورة يعني المشكلة اللي احنا كنا شايفينها احنا منفرج على المباراة شافها باقي اللاعبين انه في لعيبة كيف بتتعامل بفردية كبيرة جدا وفي فرص كتيرة ضعت من النادي الاهلي مباراة بسبب قوارات خاطئة انه لعب كان ممكن يمر للجنبه ويباع عنده فرصة افضل التسجيل كان هو اللي بيكرر يسجل او يسدد من نفسه برضو خلال الساعات اللي فاتت بعد مباراة الاهلي وفلومانينسي البرازيلي عبد المنعم محمد عبد المنعم واكرم توفيق وكريم فؤاد التلاتة دول تحديدة محمد عبد المنعم وكريم فؤاد واكرم توفيق كانوا اكتر تلاتة في النادي الاهلي ظاهر عليهم علامات الحزن والحصرة بعد المباراة كانوا بتدايين جدا مش عارفينه تعاملوا مع حد حدش بتعامل معاهم والموضوع كان فيه دي كبير جدا بالنسبة لأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم محمد قهربة وحسين الشحات اللي ضيعوا فرص كتير جدا في مباراة في لومانينسي خلال الجلسة اللي عملها لعيب النادي الاهلي مع بعضهم اعتذروا عن الفرص المهضرة فرصهم المهضرة خلال المباراة وقال ان هما اكيد ماكنوش يقصدوا يضيعوا الفرص دي ولكن كان فيه فرص كتيرة كان لازم يسجلوا منها اعتذروا الاتنين يعني مارس الكولوس المدير الفني للنادي الاهلي عمل جلسة مع اللاعبين وكان فيها محاضرة بالفيديو خلال الساعات اللي فاتت شرح ليهم الاخطاء اللي وقعوا فيها قدام في لومانينسي وخصوصا الفرص المهضرة كلها قال لللعيبة احنا عملنا كل حقاية كويسة واجابية ولكن لم نستغل اخطاء الخصم زي ما قولنا قبل المباراة وقال كنا نقدر نخرج اتنين لاشيء في الشوت الاول وده ما حصلش قال احنا كجهاز فاني نجحنا ان احنا نوصلكم للجول لكن انتم لازم تستغلوا مهاراتكم وتسجلوا وترجموا اللي احنا بنعمله لأهداف وانتصارات قال خلاص فاضي المباراة واحدة وفرصة واحدة نكسب البرونزية رغم ان احنا كنا نستحق نوصل للنهائي ولازم نركز في مباراة قروة لان دي حاجة ممكن نلد بها اعتبارنا وتبقى اخر هداية ممكن نقدمها للجماهير قبل ما نودع او ما نرحل او في ختام هذه البطولة